مجدداً تعود الجهود الدولية والإقليمية إلى الواجهة فيما يخص الصراع الدائر في اليمن مجلس الأمن الدولي يعقد جلستين إحداهما مغلقة لمناقشة الأوضاع اليمنية في ضوء إحاطتين قدمهما المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس جروند بيرغ ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين جريفث فضلاً عن إحاطة رئيس البعثة الأممية لتطبيق اتفاق الحديدة الجنرال مايكل بيري أمام جلسة المشاورات المغلقة للمجلس مناقشات مجلس الأمن الدولي تأتي بعد أسبوعين من إصدار مجلس الأمن القرار رقم 2624 الذي وصف فيه ميليشيا الحوثي بأنها جماعة إرهابية الأمر الذي يراه مراقبون مؤشراً على دور أكثر حزماً من المجلس إزاء الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا بدعم واضح ومباشر من إيران كما تأتي جلسة مجلس الأمن الدولي متزامنتين مع أنباء عن دعوات وجهها مجلس التعاون الخليجي لأطراف الصراع في اليمن من أجل عقد مباحثات في الرياض نهاية الشهر الجاري بهدف التوصل إلى حل ينهي الصراع المتواصل منذ سنوات في البلاد غير أن عبارات التفاؤل المشوبة بالحذر لم تفلح في كشف الضباب عن المشهد اليمني الذي شهد محاولات دولية وإقليمية سابقة باءت جميعها بالفشل بسبب تعنت ميليشيا الحوثي وضعف الموقف الدولي الذي يربط بين الصراع اليمني وبين مسار الأزمة النووية بين إيران والدول الغربية ما حول اليمن إلى مجرد ساحة للصراع بالوكالة بين القوى الدولية والإقليمية وبحسب محللين فإن الأزمة اليمنية ربما تواتيها الفرصة لإحراز تقدم نحو الحل في ظل حالة الاستقطاب الدولية بسبب الحرب في أوكرانيا وتأثير التطورات هناك على الخيارات السياسية للقوى الدولية بشأن الشرق الأوسط اشتركوا في القناة